توقيت بيروت اليوم اكيد مع بداية اسبوع جديد ومع هالشهر الي عميركو داكد لانه كل السنة منحسها عم تخلص والايام مش عم نلحق نخلص فيها كل الاشهر اللي بدنا نعملها تنت اليوم حبك اتشارك معكم امور سلي فترة عم فكر فيها كتير جعبيني اعمل بلوك نوت انا وقف بالعشقة ونعلم قديش زحمة السير منتشرة في كل انحاء لبنان وقعد اكتب مشاهدات اكتب كل شي بنشوفه يعني نكتب اكيد زحمة السير اللي هي طاغية على الحياة اليومية نكتب الاشخاص اللي عم يكبوا اشياء من الشباك للأسف ولي عم يجننوننا نكتب اشياء كمان على الاشخاص اللي عم يدخنوا بسياراتهم لانو حاسين انو الاماكن المغلقة مش قادرين يدخنوا فيها بقى سارو بيستعينوا بسيارتهم اللي هي المكان المغلق الخاص فيهم حتى يدخنوا بقلبة الاشخاص اللي عم يعملوا وليدهم مثل ايرباند حاطينهم قدامهم هني عم يسوقوا عنهم ترخيلكم ما بعد في هذا المنزر بس اشوفو بيخليني اشعر انو انا بتكب حالي من السيارة بس لالأسف ما رح عطي الفرصة لحدة تاني اللي يدعسني لانو لالأسف عم بصير في حوادث سير مميتة كتير بس بشهر عشرين التاني يعني كنت عم بقرأ من يومين خبر في مية وسبعين حادث سيارة في سبعين اصابة في حوالي العشرين قتيل بقى هدول كمين امور يعني من المشاهدات لي كنت حابة زيدة على هيدا الكتاب يعني فيه اكيد رح يكون جزء خاص مخصص للحوادث يعني او فينا نقول يعني جزء كثير كبير رح يكون مخصص لإلو بالإضافة له هيدا الشي في عنا كتير امور منشوفة يعني الاشخاص اللي بدلهم بيزمروا وراه كأنه رح تطير السيارة اذا زمروا وكيفي عجل سير الاشخاص اللي بيكونوا حاسين حالهم لانو كتير معصبين ويصيروا بيصبوا لكل الناس اللي حواليهم لانو هني مستعجين وحاسين بدلوا نيوصلوا عشغلهم وكأنو الاشخاص لآخرين هيدا الشي زنبهم كمان الناس التانية اللي بيكونوا عم يقطعوا على الدرجات النارية من حقكم شي عم بيوتركم شي عم يغبط فيكم وشي كمان عم بيفرجيكم منظر مش ممكن واحد يتقبل ولهني مش بس بيكون فيه شخص بيكون فيه شخصين وثلاثة واربعة وخمسة وستة واشخاص نزلي من هون ومن هون لهن الأطفال الزغار وكتار 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 بأوقات ما فيني سميه بس مشاهدات من زحمة السير فينا أوقات سميه مجلدات من زحمة السير عكل الأخوات كلكم تشعروا بهيدا الشي وانا كمان مواطنة متكن بنشعر أيضا بهيدا الشي واليوم نهار التانية مش نق إنما بس الشي عم نشوفها بشكل يومي اليوم شرف معنا وأكيد كلنا مثل ما منعرف منعلاق بعشق السير صباح الخير ومعجوء دايما دايما هايدي معجوء هايدي أنا دايما بسميه للشاف شادي هو الزنبرك تبع ستوديو يعني بفجأ بيختف تحت تحت الفاتي شعلين وخرجون وين راح ديناميكي اللي عندو بيشعروا فيها المشاهدين ونحن كمان نشعر فيها لأنهم منحس قديش عن جد هالحب للطبخة هو بيحبها وبيخلينا نحن كمان نحب طبخته بيحكيها كل نهار بيحكي مع أطباقه وهذا شيء أكيد بيكون فيه نفس للأطباق ما يبربروا علينا يحتفلوا بإيد البربرة ينتبهوا عليه أن يحتفلوا بعيد البربرة وما يبربروا علينا صباح أنا موحدة ناقص حدا يبربر عليه نعرف بربرة من أنه واحد بيبرع الثاني كمان بيقوله راح نشوف كمان كل اللي حابين يتوصلوا معنا عبر السوشيال ميديا فيكن أكيد تفوتوا على صفحة الفيسبوك تبعتولنا تويتس على عالم الصباح على تويتر لإضافة لهذا الشيء فيكن تبعتولنا إيميليز على عالم الصباح at future.com.lb double a أكيد بالأول وكل فقرة عندها هي الإيميلي الخاص فيها مثل ما بلشنا من كم يوم ومع هالأعياد المجيد اللي إن شاء الله بتنععد على الجميع يا رب الخير كمان بلشنا معكم بهالزهور الحلوين اللي هن الـ كيف ما تكون ماشيين بكل المشاة اللي بتشوفون بكل البيوت نقدم تلرمز بسيط أو تعبير صغير لما حبتنا لأطفال SOS كرة الأطفال وأكيد بلشنا معكم كل شخص حابب يتبرع يشتريها النفطة بالسعر الرمزي لغاية قد ما هو حابب وأكيد وأكيد حابين تشيركم بطريقكم الخاصة نحنا تركين خيار لألكم رح نكون أكيد هلأ معالي تريفيو لليوم ومنرجع وبالبداية كارمن والأبراج صحب السلامة خليكن معنا تحت الهواء أنه في حوالي 1500 حالة تراكمية في لبنان إنما حاليا عم بيكون في 500 حالة عم يطابوا العلاج العلاج بهو أهم مشكلة حتى نطور حياتهم وحتى نعطيهم حيات كريمة مش بس نطور حيات المريض قديش عم بيتم يعني كمان التعامل مع المريض بهذا العلاج حتى بنسبة يعني لسعره التكلفة ومتابعته مع عيد البربارة عنا شخصين قاعدين بالمطبق ما بعرف مين هني بس حاطين ماسكات عم جارب اكتشف مين هني الشخصين اللي رح يحاولوا هلأ يحذر لكم حذروا لكم أطبق مخصصة لعيد البربارة بشكل خفيف خفيف ونظيف لنتقل لعنده بربارة بربارة عم بحكم عم بيتعذب عم بيعاني لما عم بيشوف التحضير والتغطير صباح القيام صباح صدق بيصير قد أحسن قبل لا انا ملي انا ملي ايدياني كويسين تسلق والله يخليك يعني عجل تخرج يحط لك هلأ هيك صحا معك رؤونه هلأ وعوامات الديمك وبكور بقى رحل لحلق بروبيرتك بلاس سننرجع منخبر المشاهدين عن أبرز مواصفاته لأنه في ناس بعضهم بتسألوا شو هي أبرز الفوائق التبعيته حتى يقدروا يعني بكيس ممكن يتعطوا فيه مواصفاتنا مع أرض ووائد بعد دقاية خليكن معنا في ناس يدون خضرة وفي ناس يدون لا في ناس يتعاملوا مع اللابتات وكند أكيد واحد منهم دايما بتعلمكن رحنا ننتقل لعنده بأرض ووائد مواصفاتنا بفترة صاروا معنا البوينساتيا بس نشوف الشيف وينسار لأنه قبل شوي شهينا بشكل مشطبي عربين القضايف وبين المعكرون وين مشابه صباح الخير وين صرت أنا وين صرت بلاشت تزرع من قبل يعني وإن كان من نسبة للتريليك وإن كان كمان مونيك يشوفي عنا عنا التريليك وإيدياس وهنا عنا نتابع محطاتنا أكيد بعنا صباح بعد ثقائق منكون مع مايا ولدي بالدنب خليكن معنا